التنسيق على مستوى عالي ومنذ فترة طويلة بين المفوضية والجهات الأمنية وهي تنسيقات مفتوحة وبشكل يومي هناك ارتباطات عديدة بالجهات الأمنية هناك لجنة عليا في المفوضية يرأسها أحد المفوضين وهناك لجان فرعية ومتعددة للجهات الأمنية في متابعة وحماية الصناديق والمخازن الكثير من الأمور وحتى عملية متابعة الدعاية الانتخابية والخروقات التي تحدث وأيضا في الفترة الأخيرة صار التوجيه من قبل السيد رئيس الوزراء حول ملاحقة ومتابعة المبتزين والذين يحاولون ابتزاز المواطنين في عملية البطاقة البايومترية طيب أهلا بك سيد حسمر أخلا ذكرت أن هناك بعض الشكاوى التي ترث بشأن الحملات الانتخابية ما هي إجراءاتكم؟ وأيضا كيف تتعاملوا مع الحالات الصعبة جدا من هذه الشكاوى التي ترث نعم فيما يخص شكاوى الدعاية الانتخابية هناك لجنة أيضا عليا موجودة تنسق مع أمانة بغداد وأيضا الجهات الأمنية حول الخروقات هذه الشكاوى تصل ووصلت أكثر من 500 شكوى للمفوضية حول خروقات متنوعة طبعا وكل شكوى مقابلها أملية محاسبة أو شيء من هذا القبيل المفوضية الآن بدأت بتغريم المخالفين بعد أن أحملتهم ثلاثة أيام وهؤلاء ستسجل عليهم الغرامات وهناك أيضا تصل ربما إلى السجن من شهر إلى سنة وربما في النهاية تصل إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي طيب سيد حسن إذا ما تحدثنا عن البطاقات الانتخابية التي جرى تسليمها للمواطنين هل هناك أحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة كم هي عدد البطاقات التي تم تسليمها بالفعل للمواطنين نعم نتحدث عن عدد البطاقات التي وصلت وعددها مليون وتسعمائة وسبعين ألف هذا اللي وصلت الفوضية إلى 15 محافظة تم توزيحها إلى المحافظات عبر المنافذ العددها تسعمائة وستة منفذ وكانت هناك خطط لإيصالها بالشكل الأسرع قبل الانتخابات ولكن طبعا شفنا قبال كبير من المواطنين تم في الأسبوع الأول توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة وهو رقم جيد طبعا في حساباتنا هناك كانت خطة للتوزيع عن طريق الفرق الجوالة وتم تحضير 1800 فريق جوال في هذه المراكز والمنافذ إلا أن المفوضية لحد الآن لم تستخدم هذه الورقة ووضعتها ربما في اللحظات الأخيرة أو لم تستخدمها لأن هناك منافذ في النينواف وفي كاركوك استنفذت بطاقاتها بشكل كبير طيب لو تحدثنا عن المراقبين المحليين والدوليين الحديث الآن عن 60 مراقب دولي و20 ألف مراقب محلي كيف تتعاملون معهم؟ ما هي واجبات المناطة إليهم؟ وأيضا هل هذا العدد كافي من نسبة للمفوضية؟ نعم طبعا رغم أنه الانتخابات محلية ودائما ما يكون المراقبة الدولية عليها بشكل قليل إلا أن المفوضية أرسلت دعوات إلى 93 سفارة ومنظمة دولية لمتابعة الانتخابات تم الرد ومثل ما تفضلت وهناك 60 ما بين إعلام دولي ومنظمات دولية والمحلية أيضا وكلاء الكيانات السياسية يعني بدأنا نصل إلى المراحل النهائية للانتخابات وأما فتحت المفوضية 143 مركز إعلامي في جميع المحافظات منها 12 مركز في الكرخ وتسعة في الرصافة سيكون التوجه لهذه المنظمات والمراقبين والإعلاميين نحو هذه المراكز ولمتابعة جميع ما يحدث في الانتخابات طيب سيد حسن السؤال الأخير تستعدون أو ربما الحديث ما زال مستمر عن استعداداتكم لجراء عملية محاكاة رابعة هذه ربما تكون العملية الأخيرة ربما تكون يوم 5-12 بالتحديد هل أكملتم كافة الإجراءات؟ ماذا تنتظرون من هذه العملية؟ إلى أي مدى ستفرق عن العمليات السابقة؟ نعم المحاكاة الرابعة والتي ستجري يوم 5-12 هي المحاكاة الأخيرة وهي المحاكاة التي سيشترك فيها موظفي الاقتراع من الموظفين التي تم إجراء القرعة عليهم وعددهم 206 ألف من الموظفين وهؤلاء أيضا سيكون هناك عملية الإرسال عملية إرسال البيانات وهي النقطة الأهم في هذه المحاكاة والتي سنحسب الوقت اللازم لإرسال البيانات إلى مركز المكتب الوطني طيب إذا ما تحدثنا أمنيا تأمين عملية الانتخابات أستاذ حسن تحتاج إلى جهد فوق العادة هل تم إدارة هذه العملية أمنيا بإحكام؟ هل أنتم مطمئنون على إجراء العملية بشكل كام دون أي خروقات متوقعة مثلا؟ يعني الجانب الأمني هو الجانب الأهم والجانب الأول الذي تم التنسيق بينه وبين المفوضية وقائد العمليات هو رئيس اللجنة الأمنية العليا قائد عمليات بغداد ويتابع كل هذه الأحداث مع قادة عمليات المحافظات وبالنسبة للأمن يعني اجتماعات مفتوحة مثل ما قلت لك ودائما مع المفوضية حول عملية التنسيق في حماية الصناديق حماية أوراق الاقتراع حماية المخازن توصيل الصناديق وبالعكس في يوم الاقتراع وحتى الاقتراع الخاص الذي سيسبق الاقتراع العام يوم 16 ومتابعة مراكز الاقتراع بشكل تام وهناك تنسيق بشكل دائم على الجهات الأمنية طيب فيما يتعلق بالأجهزة الحساسة المستخدمة في إجراء العملية الانتخابية متى سيتم توزيع هذه الأجهزة في المحافظات؟ طبعا هي وزعت إلى مخازن المحافظات سيتم توزيعها بعد أن يتم تفريغ المدارس طبعا من الطلبة ويتم تأمينها أمنيا وهذا أعتقد أن الجوانب هذه الأمنية يجب أن لا تعرض في الإعلام متى تصل الأجهزة إلى المراكز لكنها ستصل في الوقت المحدد والمناسب كما مخطط له في الجدول الزمني العمليات ترجمة نانسي قنقر